نبدأ معكم اليوم والليلة بهذا الخبر أيضا من الأخبار اللي أيضا بتهمنا وهو أيضا استقبل اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور بشر الخاصونة ورئيس وزراء ووزير الدفاع المملكة الأردنية الهاشمية ووفقا لمتحدث رئاسة الجمهورية فقد تناول اللقاء مناقشة الأوضاع في قطاع غزة وطبعا هذا في ضوء الجهود المدنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل الأسرة والمحتجزين وأيضا ضمان النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبدون عوائق أضف متحدث رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا تأكيد الرفض الكامل والتحذير من الأثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية واللي بتحرم أهالي غزة بتحرمهم من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل أيضا المنفذ الآمن لخروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية أكد أيضا الجانبين المصري والأردني أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الإطلاع والاهتمام بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار دوء مع المضي أيضا قدما بجدية وفعالية في إنقاذ والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبعا هذا كل ما نتمنى ولكن أيضا في إطار نفس الإطار عقد اليوم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني دكتور بشر الخسونة والمؤتمر شهد التأكيد على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص بالبلدين تصريحات كمان حنشوفها لدكتور مصطفى مدبولي هذه التصريحات كمان كانت أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة في غزة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين مصر تبذل قصارى جهدها وكذلك الجانب الأردني أيضا لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار أيضا مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة ومنذ بدء الأزمة وطبعا داني 7 أكتوبر وأكثر من 80% من الدعم الذي تقدمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية مؤسسات المجتمع المدني المصري وأيضا في هذا التوجه أكد دكتور مصطفى مدبولي بأن الأحداث الأخيرة أيضا كانت نتيجة لأعمال عسكرية غير مبررة والتي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا وطبعا كلنا تبعنا هذه الأعمال وأيضا مصر تبذل قصار جهدها وكذلك الجانب الأردني لمحاولة التوصل إلى أفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار هذه كانت تصريحات لدكتور مصطفى مدبولي خليني أيضا أروح مع حضراتكم إلى تقرير في هذا التقرير في خطوة مفاجئة في خطوة توجه توضح حجم الخلاف بين واشنطن وإسرائيل قررت الإدارة الأمريكية تعليق شحنة أسلحة كانت مقررة للاحتلال الإسرائيلي وطبعا زي ما أنتم عارفين هذه الشحنة كانت مقررة والتعليق هذا كان منذ ساعات وللمزيد تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونطلع على كل ما جاء فيه بشأن هذا الخبر تتسع فجوة الخلاف يوما بعد يوم بين واشنطن وحليفتها الأقرب ففي تغير مفاجئ ولأول مرة هددت واشنطن والتي كانت ولا تزال الداعمة الأكبر لإسرائيل هددت حكومة الاحتلال بتعليق شحنات أسلحة في حال إسرار بن يمين نتنياهو على إصدار قرار بتنفيذ اكتياح بري في مدينة رفح الفلسطينية الرئيس الأمريكي جو بايدن ولأول مرة أعلن رفضه تزويد إسرائيل بأسلحة هجومية يمكن استخدامها في هجوم شامل على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نزح من ضربات القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصريحات بايدن جاءت بعد ساعات من تصريح مماثل لوزير دفاعه لويد أوستن في جلسة استماع أمام الكونغرس إذا اكتاحت إسرائيل رفح الفلسطينية فإن ذلك سيسبب مشاكل مع مصر التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها وقد أوضحت لنتنياهو ومجلس الحرب أنه لن يحصل على دعمنا إذا اكتاح المناطق السكنية في رفح الفلسطينية ورغم تقليل نتنياهو لردة فعله حيال تعليق صفقات السلاح إلا أن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة وصف قرار واشنطن بالمخيب للأمال وأنه سيعرقل بشكل كبير قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد فاتهم حكومة نتنياهو بالفشل وبأنها السبب الرئيسي في تراجع العلاقات مع واشنطن